السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في محاضرة جديدة من دورة الصوت للمرحلة الأولى واليوم إحنا بالفصل الخامس هاي الملزمة اللي حبي يطلبها موجودة بأغلب المكاتب في العراق والرابط تعرفون به موجود بالقناة من تدخل القناة راح تشوف رابط الملزمة تدخل عليها حيوصلك على المكاتب هاي دورتنا إن شاء الله راح نكمل الترفثانكس نشرح الترفثانكس تعريفها إذن يقول هو أنزلاق من صوت واحد ثم صوت علا آخر وبعدها للصوت الثالث إشواه ويكون عددهم خمسة اللغة الإنجليزية طبعا هذول هم الترفثانك الترفثانك أو يسمونهم بعض الأحيان خاف ملازم الأساتذة بعض الأساتذة وبعض الملازم والكتب أيضا يسمونهم فاول سيكونسز تتابع أصوات العلة نفس الشي فاول سيكونسز أو ترفثانكس هي نفسها أصوات العلة عددها خمسة وهي انزلاق من صوت واحد إلى ثاني فما إلى صوت ثالث ثلاث أصوات انزلاقية تنزلق انزلاق طيب فوركزامبل على سبيل المثال يقول لو جئنا إلى كلمة آور آور هذي اللي تتكون من الدفثانك هذي يقول راح يجي ورها الصوت الآو بعد اللي شواه ينتحط لي آو وياها شواه صار عندي دفثانك طبعا هذا دينطي مثال هنا الفكرة وين الفكرة هذين وين هم الدرفثانك بس صوت الآي لمن يجيوها شواه فكما في كلمة لايا أو بلايا إذا نحن لازم نحفظ هذا الأمثل هذين لازم نحفظا يعني ممكن يجيوك سؤال تتكون لازم نحفظا تتكون لازم نحفظا تتكون لازم نحفظا يعني عرفهم من المقصود بالتتكون وإلى آخره زين الصوت الثاني هو صوت الآي مع اللي شواه كما في كلمة لايا فايا وإلى آخره كما عندنا كلمة أو أي كما في كلمة لايل رايل آي ويا شواه رقم الخامسة الآو ولي شواه يعني مثلا ماوه لاوه لاوه آوه آوه أو وآخر شي رقم خمسة الآو ذاك الآو آو أربعة أو خمسة آو باوه آوه آوه شوفه انزلاق 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 فهذه للترفثونج بالنسبة لي يعني الفاول تقاسيمها كلية حتى مراجعة تكون إليك دفثونج هذي الترفثونج هذي السمبل السمبل يتقسم إلى الشورت و لونج وذني وذن ما تشوف قدامك هذا أيضا مخطط إذا تحب تقرأ تستفاد من عنده هنا سؤال يقلك The difference between vowel and sequences ما هو الفرق ما بين أصوات grammar عن أصوات العلة هذا السؤال أنا أمركز عليه لأن هو يجيب الامتحانات أصوات العلة هي الأصوات التي تخرج بدون إعاقة لمجرى الهواء وذنو أ employed هذا هو الفرق ما بين منقدر نضيفا أن عدد الفاول هو 20% والconsonnet 25% من قدر نضيف ممكن ملاحظة أخرى أن الفاول كليتهم voiced والconsonant بهم voiced و voiceless هذه ممكن استفاد من علها بالنسبة لوصف أصوات العلة بالنسبة لوصف أصوات العلة إحنا موجودات ببداية الفصل موجودات بالملزمة يعني وأيضا عندنا أسئلة الفصل الخامس كلش يعني أسئلة مرتبة ويستفادون من عدها يقول لك فاولس are voiceless جواب خطأ هي voiced اللغة الإنجليزية فاولس must be learned by listening and imitating لأصوات العلة الإنجليزية لازم نتعلمها من خلال الاستماع وتدريب الجواب صح فاولس أصوات العلة تقسم إلى فراغ وفراغ وفراغ هذا يعني هذا اللي راح نطيكم ياهن واجب حقيقة أريد أشوف من هو التابع الفيديو وراح يكتب لي الجواب بشكل مرتب كلهم موجودات بالملزمة فهذا اللي واجب إلك وأي سؤال ما تعرفه قل لي علي قل لي هذا أستاذ ما عرفته وهذا الفراغ ما عرفته لاحظ اللي عليهن زين راح أقراهن أيضا symbol vowels contains فراغ عند فراغ symbol شبيه تقسم طيب الدفثونج consonants contains compounds such as فراغ الدفثونج تحتوي على فاول مركبة مثلا هذا الصوت صح له غرام ستة هناك فراغ دفثونج هناك كم دفثونج تقسم أصوات العلة إلى فراغ وفراغ وفراغ ترفثونج هي عبارة عن فراغ وفراغ شن يعني خلني شوف الترفثونج is glided from فراغ تو فراغ تو فراغ شنو الصوت الأصوات التي تخرج بدون معاقة لمجرى شنية فوالس quality remains constant from beginning of its production to the end يعني الأصوات التي ميزتها تكون ثابتة من البداية إلى حد النهاية هذا بالنسبة للفصل الخامس بالنسبة للفصل السادس إن شاء الله المحاضرة الجاية رح نشرحها ونأخذ تفاصيلها ونعرف السيلبل وكل شي مرتب بها المنزلة شوفكم بخير ولا تنسوا أن تقرون المادة ركزوا على المادة وهذا مستقبلكم دير باركم دير باركم ووصيكم